يوسين 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 إن فاض لديها أطلقت سيوله وأغرقت أراضي العراق وإن شحت مناسبه حبسته وغيرت مجرى هكذا تتعامل إيران مع ملف روافد الأنهر في أراضيها باتجاه المصب داخل العراق طريقة التعامل إيران مع العراق مائيا لا تخلو من محاولات استخدام روافد المياه كورقة ضغط لتمرير أجنداتها سياسيا في حال شعرت بأن مكاسبها في العراق معرضة للخضر سيناريو العطش الجديد كما يطلق عليه والذي مارسته إيران في أكثر من مناسبة يتلخص في تحويل مجرى بعض الأنهار إلى الداخل الإيراني ما يعني سريقة حصة العراق من المياه التي كفلتها له القوانين الدولية وزارة الموارد المائية أقرت بأن إيران تعمدت خفض منسوب مياه الأنهار المتجهة إلى العراق مثل نهري سيروان والزاب من الجانب الإيراني وبنسبة وصلت إلى مترين مكعبين في الثانية محذرة من ضرر كبير سيلحق بآلاف الدونمات الزراعية وخاصة المعتمدة على نهر ديالة والحال نفسه بالنسبة لسد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ريكاركوك ولكون المياه المخزونة في السد تسهم في رفض نهر دجلة أيضا ومنذ نحو عقدين من الزمن بدأت إيران في إنشاء سدود ومنشآت كبيرة على صدور تلك الأنهار غيرت من الوضع الطبيعي لها وأصبح العراق معها مهددا بضياع نحو 60% من إيراداته التاريخية من المياه وبشكل آخر فإن حرمان العراق من حقه في المياه يعني نقصا حادا في إنتاج المحاصيل الزراعية وبالتالي بقاء البلاد رهينة الاستيراد من إيران استيراد لا يخلو هو الآخر من عمليات فساد مالي وبمبالغ كبيرة حتى أن التقارير الصادرة عن وزارة التقطيط تحدثت عن استيراد محصولي الطماطم والبطيخ من إيران بمبلغ 4.5 مليار دولار في عام 2017 وحده بينما أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية مؤخرا أن العراق استورد محصول الطماطم بمبلغ تجاوز 97 مليون دولار لشهري آذار ونيسان الماضيين فقط